طيب الحديث بقى عن الجانب المحلي وامبارح كان عندنا كده معلومة وتكلمنا في جزئية مهمة جدا ليه علاقة بالتطورات اللي بتشهدها الجبلية خلال الفترة الأخيرة بشأن تعيين رئيس لجنة حكام جديد للفترة اللي جاية للجنة الحكام والاستعانة بالحكم الدولي البرتغالي السابق فيتور بيريرا ومن خصنا الحظ احنا عشان بنحاول قدر إن كان بنشتغل بموضوعية فيه كلام كتير وفيه موضوعات كتير بنتكلم فيها والأيام بتثبت أو الساعات القليلة عاقب الحلقة على طول بتثبت اللي احنا الحمد لله بنتكلم بموضوعية لا بنشخصا أي قضية ولا بنوجه سهام النقد بشكل شخصي تجاه أي طرف في المنظومة الرياضية بشكل عام أو في المنظومة التحكمية بشكل خاص وانتم متعودين معنا وعارفيننا من خلال كل الفترات الأخيرة لما تكلمنا على ملف التحكيم كل كلمة بنقولها الحمد لله بتحصل وبتبقى مصدقة لحضراتكم قدامكم على الشاشة يمكن بعد الحلقة مبارح بحوالي ساعتين اتحاد الكرة أعلم عن تعيين فيتور بيريرا البرتغالي رئيسا للجنة الحكام ومسؤولا عن التطوير قدامكم طبعا في الصورة على يمينه الأستاذ خالد الدرندالي أمين صندوق اتحاد الكرة وعلى يساره اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وكمان بجوار الأستاذ خالد الدرندالي الأستاذ محمد المشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري وعلى جانب اللواء مشهور الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة طبعا مش هتكلم كتير على مسألة تعيين فيتور بيريرا بريح قولنا تفاصيل كتير لكن أنا هنتظر بالتأكيد المؤتمر الصحفي وزم أنتم شايفين على الشاشة اتحاد الكرة هيقدم فيتور بيريرا في مؤتمر صحفي عشان نسمع من الراجل مهم جدا نسمع منه أفقاره خلال الفترة الجاية خطة العمل الاستراتيجية اللي هيشتغل عليها السلبيات اللي شافها وعايز يطورها وهل هيبقى دوره التطوير فقط ولا تعيين هل هيبقى دوره لجنة حكام القسم الأول ولا هو مسؤول عن اللجنة الحكام الرئيسية وبالتالي مسؤول عن حكام القسم الأول والتاني والتالت والرابع أكيد عارف بعض السلبيات اللي تمت في عهد ماركك لاتنبرج فهل عنده تفاصيل عنها هل هيحاول يشوف تقنية الحكم الفيتجن المساعد تقنية الفي آر اللي ممكن يتقدم من خلالها هل في تحديثات هتتم على التقنية العدالة ما بين الحكام في التعيينات هل هيحتاج إضافات جديدة في عضوية اللجنة هل هيكتفي بالناس اللي موجودة هل بعد ما قاعد معهم هيشوف محتاج تغيير كل ده أكيد هنعرفه خلال الساعات الجاية وأنا عندي معلومات بس مش هسبق الأحداث لغاية لما نشوف الحاجات دي هتحصل ولا مش هتحصل وبغض النظر عن كل التفاصيل دي الرجل ده عشان ينجح لازم كل المجموعة اللي حاوليه تساعده وتسنده والاتحاد لو عايز التجربة تنجح يشوف مين اللي كان سبب رئيسي في أزمات ماركي كلاتنبرج ويحاول يساعد الرجل ويجيب وجوه جديدة أو قدر الإمكان يعمل تطوير على اللجنة عشان تبقى الأمور مشة بشكل أفضل لأن الملف ده لو نجح وحصل تطوير هيحسب لمجلس الأستاذ جمال علام لو لا قدر الله حصل فشل أكيد هتبقى المسئولية الكاملة على هذا المجلس لأن أعتقد دي التجربة التانية ومدارس مختلفة التجربة الإنجليزية مع ماركي كلاتنبرج والتجربة البرتغالية مع فيتور بيريرا بيريرا رحكس عالم بيريرا كان رئيس لجمة حكام في العديد من الدول فبالتالي الرجل عنده تجربة هننتظر ونشوف ولكن الإيجابية اللي أنا بتكلم عليها لما بنفتح ملفه ونتكلم فيه الأيام بتثبت كل معلوماتنا بتبقى صح بل بالعكس في بعض الحلقات بنخلص وساعتين تلاتة واللي احنا بنتكلم فيه بيتم إعلانه بشكل رسم دي الجزئية المتعلقة بتعيين الخبير البرتغالي فيتور بيريرا